بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نبدأ مع بعض شابتر 11 Driving Shafts المين طبيقات اللي هنتكلم عنها Definition تعريف ثم Shaft Materials أو المواد اللي بيصنع منها الأعمدة ثم Types of Shafts أو أنواع الأعمدة وأخيرا Stresses in Shafts أو الإجهادات في الأعمدة التعريف ايه هو الشافت A shaft is a rotating machine element عنصر دوار في المكينات which is used to transmit power وظيفته بين القدرة from one place to another من مكان إلى آخر The power is delivered to the shaft by some tangential force and the resultant torque طبعا القدرة بتنطلع العمود عن طريق tangential force أو قوة ممسية بتسبب torque أو twisting moment set up within the shaft permits the power to be transferred to various machines linked up to the shaft كتوضيح للكلام ده عندنا مثلا العمود بالشكل ده كده ركب عليه بكرة البكرة دي عليها سير فيه شد في السير هنا أكبر من التاني بيسبب الفرق ما بينهم بيسبب tangential force هذه التانجينشال فورس هي اللي بتسبب الروتيتنج أو الدوران للعمود وبالطبع حاصل ضرب التانجينشال فورس في نصف القطر بيدين التورك اللي هو بيتسبب فيه تورك أو توستنج مومنت اللي بيتسبب فيه دوران العمود نفس الكلام لو العمود عندي بالشكل ده كده وراكب عليه تيرس بيكون فيه ترس آخر انجاجد مع الترس ده وبيسبب التانجينشال فورس اللي احنا بنتكلم عليها وهي اللي بتسبب التورك اللي بيسبب دوران للعمود طبعا عشان ننقل القدرة لابد ان العمود يركب عليه ما يسمى بالتروس أو البكرات اللي هي بتسبب أو بتكون المؤثر الأساسي في عملية نقل القدرة نستكمل الديفنيشن وبنقول ان الشافتس ار يوزولي سيلندريكل غالبا شكلها استواني مقطعها مسمط احيانا برضو ممكن انا استخدم العمودة المفرغة من الداخل احيانا يقال على العمود اكسل ايه هو الاكسل الشافت او العمود اللي عليه بسميه اكسل زي العمود الامامي في البايسيكل او في البايك ممكن انا اقول على العمود سبيندل وهو الاعمدة زي الميلنج ماشين مثلا العمود الرئيسي بتاعها بيركب عليه الكاتينج تول او اداة القطع و الورك بيس بتركب على العمود الرئيسي في المخرطة او الليث شان كده بسميه المين سبيندل شافت ماتيريالز المواد اللي بيصنع منها الاعمدة لابد ان يتوفر فيها صفات عدة اولها او المتانة او المقاومة العالية بالطبع للاجهادات تاني حاجة جود مشينابيليتي او قابلية جيدة للتشغيل تالت حاجة جود هيت تريتمينت بروبارتيز والهيت تريتمينت هنا اللي هي المعالجات الحرارية لابد ان المادة تستجيب للمعالجات الحرارية من حيث التحسين للخواص الميكانيكية لها رابح حاجة هاي ويف رزيستانت بروبارتيز لابد ان المادة تقاوم التأكل نستكمل الطايتسوف شافتس احيانا يقال على العمود او اعمدة نقل بتنقل القدرة من مكان تولدها الى مكان الاستخدام زي مثلا العمود هنا راكب عليه مجموعة من التروس بتنقل العمود تاني راكب عليه برضو مجموعة من التروس مع التروس الاولى دي بسميها اعمدة نقل للقدرة زي اللي موجودة فيه بصفة عامة احيانا اقول على العمود ماشين شافت امتى لما يكون العمود جزء اساسي ومكون رئيسي في توليد القدرة على سبيل المثال الكرانك شافت في محركات السيارات نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة